موسيقى برحبا حضراتكم معنا مرة تانية في النور حياة النهاردة عندي شغف عظيم اني اعرف عن اثار مصر الغريقة لما عرفنا ان احنا هنعمل الفقرة زي النهاردة وعملنا بحث وقرينا لقينا انه في اثار كتيرة قوي موجودة تحت سطح البحر لقينا انه في مدن كاملة موجودة تحت سطح البحر لقينا انه عندنا الالاف من الاثار المصرية العريقة على مدار العصور الطويلة السابقة موجودة يعني عندنا كنز تحت البحر هل عرفنا نستغل لهذا الكنز؟ هل عندنا انواع من السياحة المخصوص بتيجي المصر عشان تتفرج على الاثار دي؟ هل قدرنا نكتذب عدد من السائحين اللي ليهم هواية الغطس والغوص وانها تنزل تشوف اثار تحت المية ولا لأ استغلينا ده ولا لأ الحقيقة انا مهتمة ان انا عرف ده النهاردة واعتقد حضراتكم يعني يمكن اول مرة ناقش موضوع مهم زي ده فما عندناش معلومات كافية عنه نهاردة هنعرف كل المعلومات مع الدكتور اشرف صبري الباحث في التاريخ العسكري والاستاذ الزائر باكاديمية ناصر العسكرية العليا اهلا بيك يا فرح اهلا بحضرات منورنا اول مرة نتكلم عن موضوع زي ده عندنا شغف كلنا ويعني ايه اثار مصر الغريقة شوفي ربنا دايما بيدي بلادنا كده يعني هبات بدون توقف والمشكلة فينا احنا طبعا لكن اه اه لو انا غواص محترف وبغطس يعني من وانا سني ممكن 12-15 سنة اه والدي كان من القوات البحرية فمن الطبيعي ان احنا انا نكون معاه في الشغل لما ايام جمال عبد الناصر وايام السادات وكنا الحقيقة يعني دايما مندمج معاه وكابن حيخلف ابوه وده العادة بتاعتنا في المصريين يعني وكان شغف البحر عندي فظيع وعلى فكرة الاثار الغارقة هي مش اكتشاف قبل ما اتكلم عليها هقول انا وانا كنت سني يمكن 7-8 سنين مع جدي وهو احد زباط حرص الحدود وكان بيحب جدا في اسكندرية نروح عند منطقة القلعة ونضرب غطس سوا واللي بينزل اكتر وكانت المنطقة دي الغطس فيها معناه ان انا انزل امسك تمثال ابو الهول احطنه واطلع تاني او تمثال اللي هو موجود قدام مكتب اسكندرية كان لسه موجود في البحر اياميها اللي هو بطليموس تاني وكان الحقيقة دي اللعبة بتاعتنا يعني بنعشق هذا الستايل من لان العمق كمان كان 5-6 متر 4 متر فطبعا اي طفل سهل جدا نضرب غصه يبقى فوق التمثال لما كبرت بقى عندي 13-15 سنة ابتديت انزل اصطاد وكانت التمثيل دي بتبقى مخبأ جميل جدا للأسماك انما ان احنا كاسكندرانية نعرف زي اهل القاهرة واهل مصر عارفين ان الاهرامة هي لكن هناك دراسات كتير اول واحد عمل دراسات على الاثار الغرقة هو كمال ابو السعدات وده من غواصين مشهورين جدا في مصر غواص مصري اصيل سنة 62 في الستينات وعمل خرايط حتى للمواقع الاثرية دي اللي احنا كاسكندرانية احنا الاثار في كل حتة يعني اي مكان تمشي فيه مليان اثار مصرية لكن هو اهتم انه يبتدي يناشد المنظمات الدولية United Nation اليونسكو يا جماعة احنا عندنا صروة تحت بحر اسكندرية عايزين نعمل عليها دراسات لان دراسات مكلفة جامد جدا وبدأت البعثات تتجاوب لهذه المطالبات في التمانينات وهي وبداية بالبعثات الفرنسوية واحنا عارفين طبعا شغف الفرنسوين بالاجيبتولوجي فظيلة ربنا ادى مصري ادى اسكندرية ايه بس بالذات ادى اسكندرية مدنتين غرقانين احنا بنحلم بمدينة واحدة انا واحد من خمسة ستة مليون انا قاسف خمسين مليون غواص في العالم عدد الغواصين يفوق الخمسين مليون كمان اخترعوا حلم كبير جدا اسمه مدينة اطلانتس الغارقة وده اخترع ليس له وجود لكن هو حلم بيحلم به اي حد يعشق البحر تخيالي ان ربنا يدي مصر مدنتين مدنتين مش مدينة واحدة وايه بقى مش مدينة اطلانتس اللي فيها شوية امارات وفيلا لتحت المياه لأ احنا بنتكلم على مدينة لأعظم اسماء وقيادات العالم كيلوباترا مدينة كيلوباترا الغارقة اللي كان فيها اللي بناها اسكندر الاكبر دي مدينة 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 كاملة فيها 11 الف قطعة اسرية 11 الف قطعة اسرية بتكلمي على اجزاء يعني في جزيرة فاروس اللي حصل فيها انهيار وفنار اسكندرية احد عجاب الدنيا السابعة اللي عليها ده الفنار ده احنا بنغتص عليه يعني احنا بنغتص على اجزاء من الدور التاني بشبابيكو بالكتبات الهيرغورفية اللي موجودة اللي هو احد عجاب الدنيا السابعة لفنار اسكندرية موجود تحت المياه النهاردة وبكرة وحيعيش فور ايفر حواليه التمثيل لان حوالين الفنار ده كان فيه معبد من الاعمدة والاعمدة دي ممكن ده المكان الوحيد اللي هي منطقة جزيرة فاروس حوالين القلعة الاعمدة دي ده المكان الوحيد فيه اعمدة تنتمي الى مختلف الحضارات يعني المكان الوحيد اللي فيه الحضارة الفرعونية في اعمدة تنتمي الى رمسيس التاني والحضارة الإغريقية والحضارة الرومانية هذا المكان الوحيد اللي بيجمع الأعمدة دايما بتمثل شكل الحضارة يعني الأعمدة الفرعونية لها شكل هو زي زهرة اللوتس والإغريقية لها شكل والرومانية لها كيرف الإغريقية لها استواني بس فده المكان الوحيد اللي مجمع لثلاث حضارات في نفس الوقت في هذا الموقع وكمان فيه نجد أحد الأعمدة مختوم عليه عند دخول المسيحية إلى مصر الصليب وبدأت الديانة الجديدة تظهر بشكلها وتحفر موقعها الحقبة القبطية عليها الصليب في أحد الأعمدة تحت البحر مش الأعمدة بس احنا بنلاقي تماثيل أبو الهول طبعا زي ما احنا شايفين يمكن دي في مدينة هراكليون اللي هو فابوئير اللي هنهي جوزي تاني اللي هنتكلم عليه لكن حشان نتدرج كده بالمدينة كيلوباترا ده هراكليون برضو أعتقد ده هراكليون بطليموس هو ده تمثال طب أنا عندي استفسار أنا كمصرية ليه معرفش الحاجات دي هي الحقيقة مشكلتنا في حاجات كتير يعني إن ربنا يدي بلدنا مدن غرقانة تحت البحر وإحنا ما نعرفش قد الأجنب يعني إحنا بيجينا مجميع من الأجانب تتصل إحنا عجيين نغتص فيه ناس فيه من أستراليا مخصوص تغتص على المدن الغرقانة هو الباب مفتوح للغتص كل ناس إحنا كل الناس إتس أوبن من في العشرين سنة اللي فاتوا بحد النهاردة إتس أوبن فور بوبلك ومعمول وهيئة الأثار عاملة تذاكر للغوص على الأثار الغرق تذاكر بتتبعي آه لكن أنا مش بشوف إن بيتعمل لها بروباجندا مش بشوف إن بيتعمل لها بتدخل ضمن برامج السائحين عندنا مشاكل عندنا مشاكل زي مثلا لو قولنا الأثار رغم إن هي عايزة تفتحها للبوبلك لكن تلاقي إن هم عايزين يحتفظوا الهيئات اللي بتتصارع هو دي مشكلة مصر عموما يعني السياحة البيروقراطية السياحة عايزة تهتم بالسياحة شرم الشيخ والغردقة وهنا ما فيش ناس كتير طب خليها على جنب دلوقتي بتاع الأثار اهتمامه أو في الأثار اهتمامه إن تيجي بعثات تعمل دراسات لأن البعثات اللي بتيجي تعمل دراسات دي بتدفع ملايين فإيه في الباب السياحة ده مش وقته خالص إحنا يعني حتى لما تيجي تكلمين بولك لا لا يعني هي آه موجودة بس يعني ناس مش هتنبسط قوي إزاي ده بيجي لها ناس من العالم كله ده أنا يعني أنا لولا إنه النهاردة إحنا بنعمل فقرة عن أثار مصر الغريقة أنا كنت بسمع الحاجات دي زمان لكن ما كنتش عرف إيه هي ما شفتش صور ليها ما اهتمتش قوي غير لما وأنا بحضر للفقرة يعني زهلت من كم الأعداد اللي موجودة تحت البحر وإحنا ما نعرفش عنها حاجة إزاي الولاد الصغيرين وإزاي الشباب اللي أدي واللي أصغر ما يعرفوش حاجة عن الموضوع هو ده اللي أنا بدأت أعمله بعد عشرين سنة من محاولات مضنية ووجود أفواج بعض الأفواج السياحية طبعا ما هيش لا تساوي الأفواج السياحية اللي بتروح شارمه الغردقة لكن الحقيقة احنا بنحاول نوصل للعالم الخارجي من خلال تاريخ موجود تحت بحر بشكل رائع ويمكن في احتفالات عملت في اسكندرية في 2017 احتفالية كيلو باترا أو حلم كيلو باترا وجبنا بنت بتمثل الملكة بتاعت كيلو باترا وشباب وولاد خمسين ولد وبنت لابسين لبس فرعوني وعملنا أغنية مخصوص وكان عندي شغف أني أعمل أغنية بتحكي قصة المدينة الغارقة بتلات لغات ودي يمكن هتكون الضربة الصحيحة اللي ممكن توصل للعالم لأن الجرافيك بتاعها هي الفكرة بتاعتها أن احنا الصيادين في اسكندرية ممكن لو وقفتها ومشيتي على البح هتلاقي الصيادين بيرموا شبك في محط الرمل ويسحبوه من فوق الرصيف وناس كتير تتلم وتتفرج فكانت الفكرة جات من هنا أن بدل ما هيسحب الشبك لا دا حيسحب البحر كان البحر دا بطانية بيسحبها عشان يعري الأسر المدينة الغارقة ويبقى الجرافيك خليط مع الحقيقة وتبتدي الملكة تصحب من نمها وتقوم تقف وتلبس التاج بتاعها وتبتدي المدينة الغارقة دي تبنى من أول تاني والمقصود بيها أن احنا بنبني تاريخنا من أول ودنين بنبني بلدنا ويكون لها كلمات بالانجليزي وبالفرنساوي وبالعربي تنمي هذا الفكري ودي الحقيقة فكرة مطروحة بقالها مدة وإحنا بنحاول ننفذها بشكل بحيث أن احنا نعمل لها رواج عن اسكندرية المدينة الغلبانة الجميلة الرائعة اللي لها تاريخ مش موجود في أي حتة كل جزء في بحر اسكندرية في تاريخ احنا عندنا مدينة هيراكلون في أبو إير الطرف التاني مدينة كيلوباترا الغارقة في بالأصور بتاعتها الصحن احنا كلنا عارفين المينة الشرقي المينة الشرقي الحقيقة ما كانتش فاضية كده ما كانتش صحن فاضي لأ كان فيها مجموعة من الجزر حوالين القصر الجزر دي حصل فيها خصوف بما عليها فكان أحد الجزر دي كان عليها القصر الصيفي المارك أنتوني ودي كانت كيلوباترا ومارك أنتوني بيتقابلوا فيها بيروحوا للجزيرة دي وأنا بسميها جزيرة العشاء أو وكان فيها مازال التمسال أبو الهول فيه ترابيز ترابيزة رخامة لونها أحمر حاجة موجود وتمثيل أبو الهول الأنفرات بتاعت الأكل والشرب وشوفي الخليط الرائع طيارة من الحرب العالمية التانية تقع فوق الأصر ده وتقع ليه كان فيها وانا الحياة من الناس اللي بدور على المراكب الغريقانة لأنه بعش السفن الغريقة فالحقيقة الطيارة دي كانت محيراني شوية مش عارف تاريخها وكنت قاعد بعمل أنا لها كتاب اسمه عن السفن الغريقة في البحر المتوسط وده اكتشافات مكتشفين حوالي 14 مركب من الحرب العالمية الأولى في سكندري ده فوق أكتر من 40 مركب لكن اللي احنا لقناهم هم 14 لكن قصة الطيارة دي كانت قصة رائعة إن ابن الطيار دخل وأنا لسه يعني الكتاب ما كانش لسه ظهر وقال لي في طيارة في الميناء قلت له آه لو عايز تغتص عليها فالحقيقة بيحكي لي دي بتاعت بابا أبويا اللي كان طيارة عليها وبدأ يحكي لي قصتها والطيار ده كان مفروض طيارة دي هتخبط في العمراض فالطيار حاول بقيه ناس ما تموتش فبدأ يلف بدواير حوالين الميناء عشان يعمل لاندينج لأن فيها ترابل انجين ونط منها وهي لاندد ونزلت فوق الأسر وفي افتتاح الكتاب عزمنا ابن الطيار وقلت له علشان والدك أنقذ مدنيين كتير فلازم الرسالة يكون تكرمك أن هي الطيارة محتفظين فوق الأسر بتاع الملكة بتاعك مصر احنا معنا تقرير عن الآثار الغريقة بس ازن حضرتك والسادة المشاهدين هنخرج نشوفه ونرجع لحضراتكم مرة تا ألاف من القتل كان وضع الحبال التي كانت تستخدم في ربط الصفن حتى ترسو داخل الميناء وجاءت بداية البحث عن الأسر الغارقة في عام 1933 وبدأ برحب بحضراتكم معنا مرة تانية في النور برحب بك يا دكتور وإحنا بنتكلم على حضارة عريقة أنا سعيدة وأنا بشوف الحاجات دي ونفسي الكلام ده كله يوصل لكل الناس يعني نفس الناس كلها تعرف أن احنا بنمتلك هذا القدر من الآثار هل في أي خطة مستقبلية نقدر نعملها علشان خطر نوسع دايرة معرفة المصريين بالآثار دي أنا عايزة أقول لحرارقة الأهم أنواع الخطط للشكل السياحي أن احنا نقول سواء مصريين أو أجانب الدعاية أن أنا أوصل لكل الناس بسهولة وبفكر راقي أنه يعرف أجداده موجودين تحت البحر وده مهم الدولة مهمة وزارة السياحة مهمة وزارة الإعلام مهمة حقيقة مهام ناس مش ممكن نقول شركة صغيرة هي اللي هتقدر تعمل إعلام يوصل للعالم كله بهذا الشكل البسيط أنا عايزة أقول لحرارقة معظم المؤتمرات السياحية العالمية هل هي توجد اسكندرية فيها آه وده ليه؟ ليه؟ هو ده سؤالي ليه؟ هل اسكندرية أقل من أن يكون فيها وهي فيها تلت الأثار أو تلتين الأثار البحرية في العالم الأثار اللي موجودة تحت البحر معظمها في اسكندرية إزاي نتجاهل تاريخنا الرائع ده وما يتعرضش في كل يعني في الصالون بتاع برلين في برصات السياحة برصات السياحة في برلين في روسيا إحنا عندنا حوالي ست برصات سياحة في السنة في العالم كله لا تعرض فيها اسكندرية بتماما مش موجودة خالص مع إلو زي ما حالك قلت إنه فيه خمسين مليون غواص على مستوى العالم حلم بتاعهم طبعا يعني فيش غواص بيسمع القصة دي اللي يقولك طب أنا أنا أغطس على الكورل في البحر الأحمر ولا أغطس على الكورل في الكاريبيان ولا أغطس على الكورل في أستراليا إحنا مش واردين لما ييجي يقول أنا هغطس على مدن غريقة فيش غير مصر طبعا فإحنا عندنا طرق الجذب السياحي موجودة وسهلة وبعدين أما نيجي نتكلم على المدن الغريقة دي بتاعت مين دي بتاعت كيلباترا مين في العالم ما يعرفش الملكات كيلباترا مين في العالم ما يعرفش قيصر مين في العالم إحنا مش محتاجين دعاية إحنا بجمع رد نحط الاسم والاسم هو حامل دعايته بتاريخه بعظمته لوحده فإن إحنا نوصل الفكرة دي لعالم إحنا ما عندناش مجهود كبير عشان نحاول نقول يا جماعة ده البحر الأحمر أحلى من الكاريبيان ده مجهود لكن لما أقول انت بتغتص على مدينة كيلباترا ملكة مصر وكمان نوصل إحنا لو وصلنا بس لإيطاليا بس التالينا تعالوا وغتصوا على المدينة اللي اتنين من قياصرة مصر عاشوا في المدينة دي ولهم قصور كانوا زو يعني أزواج يعني كان الأول اتجاوزت قيصر وبعدين اتجاوزت مارك أنتوني كيلباترا وعلى فكرة كيلباترا ما كانتش تتجاوز المتعة كيلباترا كان عندها هدف راقي قوي مصري أصيل إنها لازم تتجاوز أعظم إمبراطور منافس لمصر وتنجب طفل الطفل ده يعني كان الدم الملكي ينتقل عن طريق الأم والطفل ده هو سيحكم العالم فكان الهدف بتاحها من سيحكم العالم يكون ابن كيلباترا وكان هدف قوي وفعلا قربت توصله لو لا الخلافات الدولية ودايما ضد مصر انت عارف الحرب على مصر فضيع بتخيل إنه لو الحاجات دي متاحة للناس أو الناس تعرف عنها كتير أو الغواصين عندهم فكرة عنها بيروج ليها بشوف إنه حتى الطلبة اللي بيدرسوا حقبة عصر البطال وما بعدها والأثار اللي هم بيشوفوه أتمنى إنه ده يشوفوه عيانا يعني أتمنى إنه ده ينتقل حتى لطلبة المدارس بدلا ما يعرفوا يعني إيه فنار اسكندرية هم عمرهم ما شفوا قبل كده على فكرة ده اللي بدأنا نعمله احنا بدأنا نعمل في اسكندرية محاضرات بالأفلام عن المدينة الغارقة وبنحكي لهم القصة بتاعة بلدهم بلد الاسكندرانية اللي غرقانة تحت البحر ومدارس اسكندرية احنا ابتدين يمكن ببعض المدارس المعروفة في اسكندرية الكبيرة وسواء ولاد أو بنات أو مختلط وفعلا بدأت عادات توافد وبعدين بيركبوا مركب فرعوني زغير كده عملينها وبيعملوا لفة في الميناء علشان يبقى هي تحتيهم بالزبط فيه ايه وتحتيهم فيه ايه وعملين شوية تماثيل مقلدات بيتصوروا ونلبسهم لبس الفرع ويصوروا فيها بنحاول نعيد داخلهم ما هيش رحلة بس يتفسحوا فيها دي مهمة قومية دي بالزبط وده احنا بدأنا من السنة اللي فاتت بس لأسف تأخرنا شوية لكن على الأقل لكن كويس ان احنا بدأنا بدأنا بشكرك جزيلا شرفتنا ومورتنا وامتعتنا وحقيقي عند حضرتك قضية تستحق كل الاحترام والتقدير بشكرك جزيلا دكتور أشرح صبري البحث في التاريخ العسكري والأستاذ الزائر بأكاديمات ناصر العسكرية العليا شكرا لحضرتك شكرا مشاهدين بشكركم جدا على متابعة حلقة النهاردة وبكرة ان شاء الله حلقة جديدة في النور تصباح على خير في النور الحقيقة دان اشتركوا في القناة